موسيقى مصباح الخير عليكم مصباح النور كديرين لبس عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد فيديو جديد اليومي ان شاء الله سوف نقدم لكم منقيش بالجبنة و بالزعتر اللي هي أكلة لبنانية سهلة في التحضير كجيطرية كيف تفتروا بها الصباح كيف تفتروا بها الصباح يلا معايا تشوفوا المقادر المقادر عندي ثلاثة ديال كيسان كبار ديال الدقيق او الطحين الابيض عندي جوش لمعالق كبار زيت البلدية عندي بيدا واحده نusiveحاء لنضربها لنضربها في صفواهه عندي مشابقة كبيرا ديال الحبيبة ديالłbyمير او الخميرة البلدية عندي مشابقة كبيرة معامراج ديال خميرات الحلوة عندي مشابقة كبيرة معامراج ديال السكر السنيدة وجوش لمعالق ديال كبار ديال اليوه الخبير الطبيعي وعندي كاس صغير الماء كما تشوفون معي سوف نعجن هذه المكونات كاملين مزيان سوف نعجنهم في العجانة وليس صعب لا تحتاج الى الكثير لك كما تشوفون معي العجين على مقص حاش ومجارية في نفس الوقت تكون مرخية بثاف منين تدريها في البلونت تخافي وفين ستخدميها تضيف فوقها قليلا وذلك أتوقع من بعد سوف نضيف الأول ينقوم بإضافة ونقوم بعمل كما نقوم بعمل المثمن سوف نقوم بطبيعة سوف نقوم بفرطة 6 صغار قد قد ووحدة سوف نقوم بفرطة سوف نقوم بفرطة فرماج الاحمر او الفرماج الموزاري لا تجلديد الفرماج الموزاري لا تجلديد هذا فرماج التورك يجلديد و خاص بهذه الأنواع او اعطال الرزق فرماج الاحمر او اخذ الوزاري على المعالق الكبير يجلد الفرماج بحده اقعد النواع المناقش هنا اذا اخذ جلسك اخذ الجلس اخذ الجنجل اهنا ثلاثة جنجلان مهم لحسب التوق جنجلان يكون قليلاً محمار ومن بعد نضيف زيت العود ونضيف الخليط جاري لا يأتي القصح يأتي الخليط جاري ومن بعد نضيف المناقش الجولي دعوكم معايا كيف لا ترى في الفيديو سهلين بزاف التحضير ونمس اكد اعجبكم دعوكم معايا دعوكم معايا سنضغط قليلا سنطبيقهم بكل وحدة ثلاثة بزعتار وثلاثة بجبنة سنضغط قليلا لكي تلصق هذه المحتوى في العجين من الفوق تستطيع تزيد الزيت البلدية من الفوق لذلك لم أزدها لذلك لم تزيدها من الفوق الفرماج سوف نتخن الفرران على درجة الحرارة 180 ومن بعد سوف ندخلهم يطيبون سهلون في التحضير لا يوجد صعب لا يوجد ساعة المغانا وكما ترون أنه لم يخمروا لم يجب أن يخمروا الكثير وكما ترون من الفرماج لذلك لم يجب أن أخذوا الكثير من المغانا وكما ترون ترويئات لبنانية لذلك لم يجب أن أخذوا الكثير من الفرماج وكما ترون من الفرماج لذلك نجدهم يطيبون ونراجعون ونرى كيف يوجدون موسيقى 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 المناقش ديالنا وجدو كي يجيب هاد الشكل هادا كي يشهي ومحمرين سوف نقدموهم بصحة العفية ونمشي ونقوموا معهم في الصراحة الفطور ديالهم كي يكون تقيل بزاف انا ما كترتش اه قليت شوية البيض ودرت فوقه السمق اه درت شوية الزعتر مع الجنجلان ومع الزيت كي يأكلوا هكاك بالخبز ديالهم تيجيل ديد بزاف صراحة عجبني بزاف وكيدروا الكمبيوتور والعسل الطحينة وشوية الجبنة هاد الشي اللي كان مصفر عندي الجبنة ودرت فوقها السمق تاوى كي يديروه وطبعا الخبز ديالهم اللبناني لديد صراحة ومنسغنوش علاءاتي ديالنا حنت الشاي المغربي ما كينش بحالو وهو ما تيفطروا بليبتون هادا كو الشاي ديالهم انا درت ااتي المغربي كي يجيي الفطور هكا بها الطريقة لديد بزاف كي شهي كنتمنى الملاقش يكونوا عجبوكم وجوكم سهلين في التحضير كنكون وصلنا لنهاية الفيديو نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ونهار جديد ووصفات جديدة شكرا لكم بزاف وبسلام عليكم